استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب سعادة السيد أيمن من توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية والذي قدم إلى سموه فريق مشاريع الأمل الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل خلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على همية العمل الجاد والمخلص من قبل مختلف أركان صندوق الأمل وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف النبيلة التي وجد من أجلها والتي تتوافق مع توجيهة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح في ذه الله ورعى والرامية إلى دعم المبادرات والمشروعات الشبابية الواعدة في مختلف المجالات وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يضم فريق مشاريع الأمل نخبة من الشباب البحريني الذي يمتلك قدرات ومهارات عالية وخبرات كبيرة قادر على توظيفها من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف صندوق الأمل ونتطلع إلى تكثيف الجهود من أجل الاستثمار في الشباب البحريني وطاقاته وإبداعاته وتبني مشروعاته والأخذ بيده من أجل تطبيقها بصورة فعلية بما يساهم في الارتقاء بعملية التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات حيث يعتبر صندوق الأمل بمثابة الأمل للشباب البحريني لتحقيق حلمه في تطبيق أفكاره ومبادراته الشبابية تابع سموه نؤكد دوماً أهمية رز المهارات والكفاءات الوطنية لدعم أفكار الشباب ومهاراتهم وتمكين الشباب من تحقيق النجاح والاستمرارية وتفعيل دور الشباب البحريني وتعزيز إسهامه في التنمية والدخول في عالم الاقتصاد وإطلاق ودعم مشاريع الشباب البحريني نحو العالمية وتسيط الضوء على الإنجازات والمنجزين في المجال الشبابي وتحفيزهم لمواصلة جهودهم للعمل على تنمية مهاراتهم للوصول إلى تلك الأهداف وجه سموه فريق مشاريع الأمل إلى تقديم العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالكفاءات الشبابية الوطنية وتعزيز مهاراتهم وروحهم الريادية والتي ترتكز على بناء المعرفة والاستثمار وتيسير الفرص للشباب متمنياً سموه للفريق التوفيق والنجاح من أجل خدمة القطاع الشبابي في المملكة وقد استمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى شرح من قبل فريق مشاريع الأمل عن مبادراته والتي ستنطلق بحلول شهر سبتمبر المقبل وهي عبارة عن سلسلة أولى من المبادرات المخصصة لدعم المشاريع الريادية الواعدة والبارزة في نموها بقيادة رواد الأعمال المحليين وذلك من خلال تنفيذ برامج وفعاليات ومبادرات نوعية من جانبه أعرب سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة باسمه ونيابة عن فريق مشاريع الأمل عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه للفريق في مسيرته نحو تحقيق فرص واعدة للشباب والاستثمار فيهم وفي مبادراتهم ومشاريعهم مؤكداً أن فريق مشاريع الأمل يعمل على جملة من المبادرات التي تستهدف القطاع الشبابي وتستنهض همم الشباب في مختلف المجالات اشتركوا في القناة